الجيش والعمالقة اقتربان من مركز العبدية ووكالة امريكية تؤكد انهيار الهجوم الحوثي على مأرب بعد ثلاث سنوات من التصعيد ارتفاع ضحايا مجزرة الحوثي بمأرب الاثنين واربعين شهيدا وجريحا والربعية الدولية وعمان تدينان هجمات الميليشيا والتسليح الايراني لها الحرب الحوثية على اليمن تتسبب بحرمان مليون طالب من الدراسة نشاط الاخبار من قناة يمن شباب معكم صفاء عبدالعزيز اهلا بكم البداية من مأرب حيث يواصل الجيش الوطني مسمودا بألوية العمالقة تحقيق مكاسب ميدانية في ثاني يوم للمعارك المحتدمة ضد ميليشيا الحوثي الارهابية في مدرية العبدية وسط تقدم مستمر لسيطرة على مركز المديرية الواقعة جنوب المحافظة مصادر ميدانية قالت ليمن شباب إن وحدات مشتركة من الجيش وقوة العمالقة سيطرت اليوم الخميس على منطقة الحمران وعزلة صوفي بالعبدية بعد تأمين منطقة الجفرة بذات المديرية شيرة إلى أن المواجهات باتت على بعد تسعة كيلو مترات من مركز المديرية هذا ورصدت كاميرا يمن شباب تقدم الجيش الوطني في جبهة اللجمة وقرون البور باتجاه مدرية الجوبة جنوب مأرب حيث طلقت ميليشيا الحوثي الارهابية ضربات موجعة وهزائم كبدتها خسائر مادية وبشرية كبيرة مواجهات محتدمة منذ ساعات الصباح الأولى في عمليات جومية يشنها الجيش الوطني على مواقع ميليشيا الحوثي الانقلابية في جبهات مأرب الجنوبية تخوض قوات الجيش الوطني معارك حتى هذه اللحظة استفاعة قوات الجيش الوطني تحليل مواقع كثيرة في الجبهة الجنوبية منذ صباح هذا اليوم وما زالت العمليات مستمرة حتى هذه اللحظة والاشتباكات محتدمة هيقف إلى جانب بأحد القيادات الميدانية للجيش الوطني القائد خالد سوائي وحدثنا حول ما يدور من معارك في هذا اليوم وما الذي حققته قوات الجيش الوطني من تقدم في هذه المعارك اليوم قاموا الأبطال والحمد لله بقطع امداد العدو من اللي اللجمة والكثبان الرملية هذه ولا عاد بيننا وخط امداد البلق الا 300 متر او حوالي ذلكلام والعدو منهار مقفيل الجبال وان شاء الله بان نحن بعده بعده اليمران وان نحن بعدها بعد هذه ان شاء الله لالجوبة واصلين ولي كل محافظات اليمن ما هي الخسائر التي حدثت في صفوف الميليشيا الانقلابية خلال هذه المعارك منذ صباح اليوم خسائر كبيرة في الاعتاد والبشر والأسلحة الدنيا كلها والعامل هناك من تحت اللجمة ومن تحت البلق ومن النقعة العليا وفي الكثبان الرملية ويهربون يهربون زي الجرزان من متارسهم اذا تستمر هذه المعارك والتقدمات للجيش الوطني خلال معارك مستمرة منذ اسابيع استطاعت قوات الجيش الوطني قطع اكثر من 25 كيلو باتجاه مديرية الجوبة ما تزال العمليات مستمرة والجيش الوطني مستمر في التقدم باتجاه مديرية الجوبة هو جبال ملعاء ايضا هناك قوات العمالقة تخوض معارك عنيفة باتجاه مديرية العبدية حيث سيطرت على اولى مناطق مديرية العبدية وتستمر القوات في التقدم باتجاه مركز مديرية العبدية جنوب محافظة مارب بالاضافة الى التقدم باتجاه جبال ملعاء وعقبة ملعاء للالتحان بقوات الجيش الوطني في مديرية الجوبة جنوب محافظة مارب من الجبهة الجنوبية لمحافظة مارب ماكد اياش يمن شباب مارب الى ذلك اعلن التحالف العربي عن شنه سلسلة من الغارات الجوية استدفت الارهابيين الحوثيين في ثلاث محافظات خلال الساعات الماضية وقال التحالف في بيان انه نفذ 44 عملية استهداف ضد ميليشيا الحوثي في مأرب والبيضاء وتعز خلال الساعات الاربع والعشرين ساعة الماضية واضف ان الاستهدافات اسفرت عن تدمير 29 آلية عسكرية وخسائر بشرية تجاوزت 190 عنصر حوثيا ارهابيا في السياق اكدت وكالة Associated Press الامريكية فشل الهجوم الحوثي على محافظة مأرب بعد ثلاثة اعوام من محاولتهم السيطرة عليها وقالت الوكالة في تقرير لها ان هجوم الحوثيين على مأرب قد انهار بعد ثلاث سنوات تماما من بدء الهجوم واضافت ان انهيار هجوم الحوثي عندما ساعدت كتائب العمالقة المدعومة من الامارات في استعادة محافظة شبوى القريبة في وقت سابق من هذا الشهر قبل التقدم في مأرب تحت غطاء جوي من التحالف الذي تقود السعودية هذا واكدت وكالة Associated Press الامريكية ان تحرير مدينة حريب جنوب مارب هو نكسة اخرى للحوثيين المدعومين من ايران الذين حاولوا لمدة عام السيطرة على المحافظة الغنية بالنفط مشيرة الى ان انضمام الوية العمالقة للقتال قد غير مجرى الصراع وقالت الوكالة في تقرير لها الخميس ان النكسات المستمرة في ساحة المعركة دفعت المتحدثة العسكرية باسم جماعة الحوثي لتهديد بمزيد من الهجمات على الامارات وقالت تقرير ان الحوثيين جعلوا مدينة مارب هدفهم الرئيسي على مدار السنوات الثلاث الماضية لكن امالهم في الاستيلاء عليها تضاءلت عندما انضمت قوات العمالقة الى الاشتباكات بما ادى الى تغيير مجرى الصراع واشار التقرير الى ان معركة مارب كانت مكلفة للطرفين حيث قتل الالاف من المقاتلين معظمهم من الحوثيين الذين كانوا اهدافا سهلة للغارات الجوية للتحالف في الصحراء المترمية الاطراف في وسط اليمن في السياق شادت الحكومة بالانتصارات التي تحققها قوة الجيش والوية العمالقة والمقاومة رجال القبائل في مارب بعد تحرير مديريات بيحان ثلاث وبدور التحالف العربي في هذه الانتصارات واعتبرت الحكومة في اجتماعا لها في العاصمة المؤقتة عدن اعتبرت هذه الانتصارات ثمرة للتلاحم الوطني ووحدة الصف تجاه مشروع ايران الدموي في اليمن والذي يهدد استقرار دول الجوار والمنطقة وامن الملاحة والتجارة الدولية في واحد من اهم الممرات في العالم وقال رئيس الوزراء معين عبد الملك ان التماسك ووحدة الصف الوطني تكتسب اهمية مضاعفة بعد ان ادرك المجتمع الدولي ان ميليشيا الحثي تمارس دورها كاحد الاذرع الايرانية لابتزاز العالم ومحاولة اتخاذ اليمن كمنصة وساحة لتهديد امن واستقرار المنطقة والملاحة الدولية هذا واكدت الحكومة التزامها بتسخير كل الامكانيات للانتصار في هذه المعركة ورفع المعاناة عن الشعب اليمني ووجهت الوزارة المعنية بالتنسيق مع السلطات المحلية في شبوى ومأرب وشركاء العمل الانساني لتنفيذ خطط استجابة انسانية طارئة في المديريات المحررة مؤخرا كما رحبت الحكومة الشرعية بتصريحات الرئيس الامريكي جو بايدن حول دراسة اعادة تصنيف ميليشيا الحوثي في قائمة الجماعات الارهابية مشيرة الى خطورة تهديد الميليشيا للامن الاقليمي والامن الدولي واكدت الحكومة خطورة استمرار التغاضي عن اجرام ميليشيا الحوثي ضد الشعب اليمني واستهدافها المتكرر للاعيان المدنية في السعودية والامارات وتهديد الملاحة الدولية واشاد مجلس الوزراء بمواقف عدد من الدول في هذا الجانب والتي باتت تدرك ضرورة وضع حد لجرائم ميليشيا الحوثي الارهابية التابعة لايران هذا وقام وزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي بزيارة المناطق والمواقع المحررة جنوب مارب وكد خلال اجتماعا مع قادة ثلاث مناطق عسكرية قرب التحام قوات الجيش والمقاومة بقوات العمالقة لاستكبال تحرير ما تبقى من مأرب والانتقال للمحافظات المجاورة وقال الوزير المقدشي ان مصير الحوثي والمشروع الايراني الى زوال وان النصر لليمن وهويته سيكون قريبا واشار وزير الدفاع الى ان الاندفاعة التي عاشتها ميليشيا الحوثي الارهابية خلال الاشهر الماضية بتخطيط واشراف مباشر من قيادات ارهابية في الحرس الثوري الايراني كانت بداية النهاية لهذا المشروع التخريبي المهدد لامن اليمن والمنطقة طبعا المعركة هي معركة يخوضها الشعب اليمني بكل فآتهم وكل المناطق هذه المعركة هي معركة مصير الأم العربية والحمد لله سيحقق بها الأبطال النصر لليمن كلها وسيتحقق النصر قريبا وبيلت حامل القوات والان منطقة الخامسة المعركة فيها وفي تعز محور تعز في كل المحاور فالمعركة الان مصيرية للأم العربية واليمن بالدرجة الأولى الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وقبلها القوات العمالقة القوات التي كل المقاومة هو القبائل نشكرهم على ما قدموا ارتفعت حصيلة ضحايا القصف الصاروخي لميليشيا الحوثي الأرهابية على مدينة مارب إلى 42 شهيدا وجريحا بينهم نساء وأطفال وأكدت مصادر طبية لقناة يامن شباب أن ضحايا الاستهداف الصاروخي الحوثي ارتفع إلى 7 قتلى بينهم امرأة و35 جريحا بينهم 5 أطفال وامرأة وبحسب المصدر الطبي فإن الحصيلة الأخيرة جاءت بعد رصد ضحايا الهجوم الصاروخي في جميع مستشفيات المدينة استشهد أربعة أشخاص من فجار عبوة ناسفة من مخلفات ميليشيا الحوثي الإرهابية بمنزل في حريب جنوب مارب وقالت مصادر محلية لقناة يامن شباب أن عبوة ناسفة من مخلفات الميليشيا الإرهابية انفجرت جوار منزل المواطن يحيى أحمد صالح العقيري في مدينة حريب ما أسفر عن استشهاده على الفور مع ثلاثة من خبراء نزع الألغام التابعين لألوية العمالقة أثناء محاولتهم إبطال مفعول العبوة وزرعت ميليشيا الحوثي آلاف الألغام والعبوات الناسفة في المناطق التي كانت تسيطر عليها قبل الفرار منها وتحريرها من قبل قوات الجيش وألوية العمالقة وكانت قوات الجيش وألوية العمالقة قد أعلنت مطلع الأسبوع الجاري عن تحرير مدرية حريب بشكل كامل من قبضة ميليشيا الحوثي بعد معارك كبدت الميليشيا خسائر بشرية ومدية كبيرة وفي الشانة دعت وزارة وشؤون القانونية وحقوق الإنسان دعت المجتمع الدولي إلى التحلي بالمسؤولية تجاه إرهاب الحوثي المتعاظم تجاه المدنيين والعمل على سرعة تصنيفهم كجماعة إرهابية وشددت الوزارة في بيان على فرض المزيد من العقوبات تجاه قادة الميليشيا المتورطين بارتكاب تلك الجرائم ولحماية المدنيين من شرورهم الآثمة البيان ندد بالهجوم الذي شنته الميليشيا على حي المطار بمدينة مأرب واستهدف واستهداف تجمعات المدنيين في قرية الحبيل بمديرية جبل حبشي بمحافظة تعز بقذفة هون وقال إن استمرار الحوثيين باستهداف المدنيين بالأسلحة المحرمة دوليا منذ سبع سنوات متتالية يؤكد حقيقة استخدام الميليشيا للإرهاب كوسيلة ثابتة في الحرب الاجتثاثية التي تخوضها تجاه اليمنيين وإلى تعز حيث شنت قوات الجيش الوطني هجوما جديدا اليوم الخميس على مواقع تتمركز فيها ميليشيا الحوثي الإرهابية في محور مقبنة في الريف الغربي للمحافظة ضمن العمليات العسكرية الجارية منذ أربعة أيام وذكر محور تعز في بيان أن الهجوم الجديد طال مواقع تمركز الميليشيا في منطقة الأحطوب وستتقدم ملحوظ لقوات الجيش في المواجهات المحتدمة ووفق مصادر ميدانية فإن قوات الجيش مسنودة بالمقاومة استعادت السيطرة على قرى في الأحطوب تحت غطاء جوي من قبل التحالف العربي وفي جبهة جبل حبشي تتواصل المعارك العنيفة هناك بعد يوم من تقدم ميداني أحرزه الجيش الوطني وقالت مصادر ميدانية اليوم الخميس أن عشرات القتلى والجرحى من ميليشيا الحوثي سقطوا بنيران الجيش وغارة للتحالف ووفق المصادر فإن طيران التحالف استهدف تعزيزات للميليشيا ومعدات عسكرية تتمركز بها الميليشيا في قرية الصراهم وكانت قوات الجيش قد تمكنت خلال اليومين الماضيين من تحرير عزلة وجبل الأخلود وموقع الحصن الاستراتيجي المطل على هيجة الأخلود والطريق الرئيسي الرابط بين تعز والحديدة إلى جانب تقدمها في منطقة الزبيرية أبقى في تعز حيث ارتفع عدد ضحايا قصف حوثي على مناطق المدنيين في الريف الغربي لمحافلة تعز إلى ستة مدنيين بينهم نساء طبقا لمصادر محلية وكانت ميليشيا الحوثي قد استهدفت مساء أمس للأربعاء قرى الحبيل التابعة إداريا لمدرية جبل حبشي بعدد من قذائف المدفعية طالت إحداها منزلا لمالكه عبدالسلام غالب ما دى إلى استشهاد امرأة وإصابة خمسة آخرين بينهم امرأتان إلى جانب احتراق المنزل بالكامل وتأتي هذه الحادثة بعد يوم واحد من استشهاد امرأة حرقا وإصابة ابنها وزوجها بقذائف حوثية طالت عمارة سكنية مكتظة بالنازحين في حي الشماسي ما دى إلى اندلاع حريق في إحدى الشقق وصعدت ميليشيا الحوثي من انتهاكاتها بحق المدنيين بالتزامن مع تلقيها ضربات موجعة في جبهات القتال كنوع من الانتقام الجماعي بحق المدنيين خلال الأسبوع الأخير كثفت ميليشيا الحوثي الإرهابية قصفها على الأحياء السكنية وسط مدينة تعز وفي القرى بالريف الغربي لمدينة تعز سقط فيها شهداء وجرحى مدنيون من النساء والأطفال جرائم جديدة بحق المدنيين في تعز قصف متواصل للأحياء السكنية المكتظة بالسكان وسط المدينة وفي القرى بالأرياف الغربية شهيدة وأخرى جريحة وأربعة مدنيين آخرون حصيلة آخر جريمة استهدف بها الحوثيون تجمعات سكانية في قرية الحبيل بجبر حبشي مساء الأربعة فانبقرة البيت بأكملها وحارقة وتشتشتها لزوغة أخي وتصوبت أختي الموجودة في المستشفى الثورة الآن حاليا كسر في الرجل اليمنى من السباة الساق ومن الرقبة وحروق بليغة من يدات والصدر والواقف والأرجل الرجلين قبلها بأقل من ثمانية وأربعين ساعة أحرق منزل بالكامل بكل ما حواه واستشهدت امرأة وأصيب زوجها بعد أن استهدف منزلهم بمضادات الطيران الحوثية جرائم مركبة بحق المدنيين لا تراعي فيها الميليشيا أي اعتبارات إنسانية ولا تحترم أي قواعد للحرب هذه الانتهاكات ليست بجديدة على جماعة الحوثي هي مجتمرة على هذا النهج منذ العام 2016 منذ بداية الحرب كونها لم تلقى إدانات أو ضغوطات كافية من المنظمات العاملة في مجال الحوثية للإنسان أو مجال سلامنا الدولي كي يعمل على إيقاف هذه الجماعة من ارتكاب الانتهاكات التي لم تتوقف نهاية منذ بداية الحرب وقميع ضحاياها من المدنيين وحتى مخلفات الحرب الحوثية تحصد أرواح المدنيين وتهدد حياتهم إلى اليوم مقذوف انفجر بطفلين شقيقين في مشرع وحدنان بصبر خلال الأسبوع الأخير كثفت الميليشيا بشكل هستيري قصفها المدفعي الأطفال والنساء وكل الفئات من المواطنين العزل هدفا مباشرا لأسلحتها والصمت الدولي سيد الموقف أيمن قائد يمن شباب تعز نتحول إلى محافظة حجلان حيث تجددت المعارك في محور حرض سقط على إثرها قتلى وجرحة من ميليشيا الحوثية الإرهابية وذكر المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة في بيان مقتضب أن ثمانية من عناصر الميليشيا قتلوا في قصف مدفعي شنه الجيش الوطني في مدينة حرض شمالية المحافظة وفي هجوم منفصل نفذ البيان عن مقتل عناصر من الميليشيا في مواجهات بمدرية عبس في ذات المحافظة وقال البيان أن قوات الجيش الوطني نفذت كمينا محكما استهدف عناصر حوثية أثناء محاولتها التسلل في جبهة بني حسن شمالية مديرية عبس قبل أن تندلع الشباكات عنيفة أسفرت عن سقوط عديد القتلى والجرحة في صفوف الميليشيا إلى شبوة حيث بدأت اليوم الخميس حملة أمنية مشتركة لمنع حمل السلاح في مدينة عتق عاصمة المحافظة ويشارك في الحملة الأمنية وحدات من الأمن العام وقوات الأمن الخاصة وشرطة الدوريات وأمن الطرق بهدف ضبط حامل السلاح دون تراخيص كما تهدف الحملة بحسب السلطات المحلية إلى تعزيز أمن واستقرار مدينة عتق ومنع حمل السلاح وضبط المخالفين وكذا ضبط أي ظواهر مخلة بالأمن أدانت دول الربعية إضافة إلى سلطنة عمان أدانت الهجمات الحوثية المتكررة ضد المدنيين في اليمن واستمرار تصعيد الحوثيين العسكري ضد السعودية والإمارات جاءت الإدانة في بيان صادر عن اجتماع للربعية الدولية وهي الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات إضافة إلى سلطنة عمان البيان أكد على الحق المشروع للسعودية والإمارات في الدفاع عن نفسيهما ضد الهجمات الإرهابية معبرا عن إدانة الدول لهجمات الحوثيين المتكررة ضد المدنيين داخل اليمن واستمرار هجماتهم الإرهابية الشنيعة ضد السعودية والإمارات مؤخرا ووفق البيان فقد ناقش الاجتماع التزويد الإيراني غير المشروع بصواريخ الباليستية والأسلحة المتطورة للحوثيين في انتهاك لقراري مجلس الأمن رقم 22-16-22-31 تزايدت المطالب المحلية والدولية بإعادة تصنيف ميليشيا الحوثي كجماعة إرهابية بعد استفائها جميع المعايير القانونية لإدراجها في هذا التصنيف العالمي وذلك بعد عام على تراجع إدارة بايدن عن قرار مماثل اتخذه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بحق الميليشيا المتمردة بعد سنة واحدة على إلغاء إدارة بايدن ميليشيا الحوثي الإيرانية من قوائم الإرهاب تعود المؤسسات الأمريكية لدراسة إعادة الجماعة إلى تلك القوائم الإشارة الأولى كانت قد صدرت منجو بايدن نفسه في ذكرى توليه إدارة البيت الأبيض قبل أيام بأن حكومته تدرس إعادة تصنيف الجماعة الحوثية منظمة إرهابية أجنبية وقالت وزارة الدفاع الأمريكية إنها قدمت توصيات بإعادة تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية ذات تهديد إقليمية خصوصا بعد الهجمات على المنشآت المدنية في السعودية والإمارات الدفاع الأمريكية أضافت في تصريحات أن القادة العسكريين في الجيش يرون اعتداء ميليشي الحوثي على الإمارات عملا إرهابيا بإشارة إلى هجمات الميليشي على أبو الظبي قبل أكثر من أسبوع ونقلت وسائل إعلام إماراتية عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن وكانت الاستخبارات المركزية CIA تؤيد أيضا تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية تحول كبير في الموقف الأمريكي إذن بعد سنة واحدة على رفع الجماعة من قوائم الإرهاب دون أي مقابل والجريد أيضا أن هذا التحول يرافقه إجماع عربي على تصنيف جماعة الحوثية منظمة إرهابية كما يجب أن تكون أعلن الفريق المشترك لتقييم الحوادث عن مباشرته التحقيق فيما تم تدوله عن استهداف مركز احتجاز في محافظة صعدة يوم الواحد والعشرين من هذا الشهر وسيعلن عن النتائج فور استكمال تحقيقاته وكانت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان قد حذرت من معلومات مضللة حول تلك الحادثة وطلبت بالتأني في إصدار الأحكام وعدم التعاطي مع الدعاءات ميليشيا الحوثي وانتظار نتائج التحقيقات التي تقوم بها الحكومة والتحالف العربي قبل تحديد مواقف مسبقة بناء على معلومات مضللة حازت ناشطة اليمنية أمت سلام الحاج على جائزة دوريا شفيق للتميز والنضال النسوي ضمن عدد من الناشطات العربيات العاملة في مجال الدفاع عن الحقوق والحريات في المغرب وسودان وليبيا ومنح صندوق دوريا شفيق في مصر جائزة التميز والنضال النسوي للناشطة الحاج تقديرا لجهودها المبذولة من أجل إطلاق سراح المختطفين في اليمن فيما قالت الحاج إن هذا التكريم تستحقه كل امرأة ناضلة وتناضل من أجل نيل الحقوق والحريات مضيفة في تدوينة على تويتر أن أكبر جائزة تطمح إليها هي خروج جميع المختطفين من السجون في اليمن ونيل حقوقهم كاملة وتعويضهم لكي تنعم الأمهات بالأمان والسلام قال المسؤول الإعلامي لنقابة المعلمين اليمنيين يحيى اليناعي إن ميليشي الحوثي حرمت أكثر من مليون طالب من التعليم فضلا عن تحريف الميليشية للمناهج الدراسية وإجراء تغييرات عليها تخدم أجندتها والمشروع الإيراني في اليمن وقال إن 2500 مدرسة في اليمن من إجمالي 17 ألف مدرسة خرجت عن الخدمة بسبب تضررها من انقلاب ميليشي الحوثي قرابة 177 أسرة في عزلة الجمعة بالمخى غرب تعز يقطع أبناؤها مسافات طويلة مكللة بالمشقة والتعب بحثا عن الماء الذي يفتقدونه منذ أن عرفوا أنفسهم ويطالبون جهة الاختصاص بالنظر إليهم بعين الاعتبار عشرات القرى الريفية النائية في ربع الشبارة عزلة الجمعة مديرية المخى غرب محافظة تعز تعز سنوات من الضمأ الطويل منذ أن عرف أهليها أنفسهم وأبصر الحياة الماء في هذه القرى هو أبسط الأحلام التي يتوق إليها الناس على تعاقب أجيالهم في زمن تتزحم فيه المنظمات الإنسانية أمام عين الجميع دون أن تكلف طاقمها الوهمية بتوفير شربة ماء للعالقين خلف جبال العطش التي لا تروق لسياراتهم لحنا أهلا من قرية الأحيوس نحن لا نلحق مدرسة ولا شيء بعد ما نتلاحق من حسي لا حسي واللي ما بش معها طاقة يبرح بيده تعب علينا نحن مقعوثين حتى المدارس لا نروح نهائيا أطفال في عمر الزهور أقبلوا على الحياة في بلد تتصحر فيه الأحلام وخسروا أوقاتهم ومستقبلهم كمن سبقوهم وهم يقفون أسرابا أمام بئر وحيدة أنشئت حديثا في قرية الفريعة عزلة جمعة مديرية المخى غربة عز هذه عزلة الشبارة في مديرية المخى في عزلة الجمعة هناك عدة قرى متباعدة الأطراف طبعا بأكثر من مسافة 15 كيلو تعاني هذه القرى أثناء زيارتنا لها وجدنا أنها تعاني من أبسط الخدمات ولعل من أهم المياه وهذا المشروع الوحيد الآن الذي يقدم في المنطقة تم تدشينها أو تم تشغيلها طريق فعالي الخير هناك عدة قرى تحتاج إلى مشاريع المياه أهالي هذه القرى البالغ عددهم قرابة 177 أسره وبما يقارب 874 نسمة يتجمعون لجلب الماء من هذه البئر التي أنشأها أهالي الخير يقطعون مسافات طويلة رغم وعورة البيئة التي تبعد عن البئر بعشرات الكيلومترات ويطالبون جهة الاختصاص بتلمس حاجتهم الماسة التي لا يمكن أن يستغني عنها أحد من العالمين وأن يوفروا لهم آبارا تسقي ضماء أيامهم ليخضر مستقبل أطفالهم وينعم أهالي هذه القرى بماء يعيد إليهم الحياة في كل البقاء ينتشر أهالي هذه القرى المتفرقة بحثا عن الماء ولسان حالهم يقول لا حياة بدون ماء ولا ماء يسقي جفاف حياتنا لقناة من شباب حسن محمود ربع الشبارة مديرية المخى غرب تعز ختموا هذه النشرة وهذا تذكير بأهم ما جاء فيها الجيش والعمالقة يقتربان من مركز العبدية ووكالة أمريكية تؤكد انهيار الهجوم الحوثي على مأرب بعد ثلاث سنوات من التصعيد ارتفاع ضحايا بجزرة الحوثي بمأرب إلى 42 شهيدا وجريحا والربعية الدولية وعمان تدينان هجمات الميليشية والتسليحة الإيرانية لها والحرب الحوثية على اليمن تتسبب بحرمان مليون طالب من الدراسة ختموا هذه النشرة شكركم على طبي المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة